معنى الغفران أقول عليه أنه هو هبة أو نعمة مجانية أنا بديها للشخص اللي أساء ليه حتى لو ما استحقها حتى لو ما استحقهش وهقولك ليه هقول لها حديثك ليه الأول الغفران زي ما قلنا كده هو هبة وهو نعمة مجانية أنا بعترف أن أنا اتجرحت أنا مش بهرب أن أنا اتجرحت وتعرضت للإساءة لكن ليه هو هبة؟ ليه نقدر نقول أنه حتى لو في إساءة أنا لازم أسامح أولا لأنه المسيح غفر غفر بالضبط كده تعالوا شوف كده المسلوب تعالوا كده بص للمسلوب عمل إيه كان اللي تعلق على الصليب ده عشاني وعشانك كان إيه ده كان هو الكدوس البار اللي بلا خطية كل واحد فينا فاكر أنه تجرح أنه تظلم بتفكر في الانتقام عشان تاخد حقك افتكر كده حياة سيدك افتكر يسوع اللي كان بلا خطية الكدوس البار اللي كان يقول يصنع خيرا اللي كان بيشفي كل المتسلط عليهم إبليس اللي كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشرع صوته قصبة مردودة لا يقصفك وفي كيلة خميدة لا يطوي لكن اختبر الظلم الغدر الخيانة الضرب الطعن كتب عنه داود كده كل الذين يرونني يستهزؤون به لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه كتب عنه كمان في أشعياء ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فيه كشاه تصاق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جزيهة فلم يفتح فيه قدام الكلمات ديات إيه رأي حضرتك إن احنا نصلي ونقوله كده يا حمل الله هبني ودعتك واتضعك يا حمل الله هبني صمتك تحت إيد اللي بيحزني وبيجزني يا حمل الله هبني سكوتك تحت سكين اللي بيتبحني عشان يكون ليا نصيب في عشاء عرص الخروف وافتكر كمان افتكر كمان الأخطاء اللي انت ارتكبتها وهو سامحك عليها لما بطرس سأل المسيح وليس سألين المثل دوت كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أخفر له هل إلى سبع مرات افتكر كمان أخطائك انت نفسك اتجاه الشخص التاني ما هو ما فيه شخص موسيق 100% أكيد أكيد ما فيش حد عليه مسئولية 100% أكيد أنت كمان ارتكبت أو ليك يعني كان ليك مش نسبة أو اشتركت أنت كمان في سبب من الأسباب اللي خليك أهنك يمكن أنت غزته من غير ما تاخد بالك يمكن أنت خدت مكانه يمكن أنت ما احترمتوش يمكن أنت أنت مش عارف ظروفه إيه يمكن يمكن هو بيمر بظروف صعبة بظروف يعني حتى طريقة تربية مش سوية لازم لازم نعرف ظروف الطرف اللي قدامنا ونفهم الطرف اللي قدامنا نعرف ظروفه وتربيته وحالته النفسية وإيه الظروف اللي ممكن يكون كان بيمر بيها عشان نقدر لما نعرف ظروفه نقدر لأنه اللي بيعرف كتير بيسامح كتير دائما أنا حتى أقول كده النفسي ما هو الشخص دوت صاميع الله ما هو الله بيحبه ياسوب مات عشانه فيمكن الله بيستخدمني أنا كأداة لحياته أو عايز يدميني أنا عايز حتى الإساءة اللي أنا بتعرض منها من الشخص دوت يمكن الرب بيكون عايز من الإساءة دي نميني أنا ويخليني فعلا أحيا لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها يحيا فيها عايز يقبر صفات المسيح كوية وإيه أحلى صفة إحنا دايما نتكلم عنها الحب الغفران وهي دي رسالة المسيح للإنسان واحدة من الأشياء اللي ذكرتها إنه أنا أغفر عشان الله غفر لي بالزبط كده وأنا أغفر عشان إنه أنا بغض النظر يعني الشخص المسيح إلي فهي نعمة والنعمة هي عطيه هبة من الله لا أستحق ولكن الشيء اللي كمان لفت انتباهي إنه أغفر لأنه بالحقيقة أنا اللي بتحرر صحيح بالزبط وأنا اللي بتحرر حرر بالزبط إحنا بنحرره من الدين اللي عليه وبنحرر كمان نفسنا إحنا كمان وإلا هيفضل طول الوقت طول الوقت على ظهري على فكري طول الوقت أنا بفكر وشغلني شغلني بيفقدني كل بهجة في حياتي بيفقدني الرؤية بيفقدني راقتي بالله بالله حوالي فاتخيل بقى حادتك شايف قد إيه تكلفة عدم الغفران أقل كتير أقل كتير تكلفة الغفران من تكلفة عدم الغفران